محليا حيث فتح رئيس شبيبة الصورة محمد زرواتي النار على حاكم لقاء فريقي أمام الشباب قسنطينة برسم الجولة الثالثة والعشرين من البطولة المحترفة الأولى حيث أكد زرواتي أن حاكم المباراة حرم الفريق من ضربة جزاء في المقابل منح شباب قسنطينة ركلة جزاء خيالية مش غلطة التحكمية ولكن فضايح التحكمية دربة جزاء خيالية شباب قسنطينة رفضها إلياس بوكوازك حاكم لي نحترمه ما هي خطرة ما هي الزوج تقول الحاكم تماس هو اللي رفض الحاكم تل رئيسي تتعب عندك خبرة ولكن يتحكم فلسيستان لما يغلط لما يكونوا غلطات يؤثروا على المباراة تقول لي شك آخر الحاكم الرئيسي اللي هو بوكواز إلياسي عندي احترام له كبير ولكن بعض أحيانا في تريون تاعها كان غلطات فادحة تقول عالمة استفهام تين ديرانا نعود نمشي المديرية التحكم ولا نمشي راس فدرالية بوكواز إلياس معروف بنزهتها ولكن يشوف فيه غلطات تحكمية كبيرة من عند الزوجة سيطان تاعها عندنا ضربة جزاء قدام عينيك ما صفرتها ما ديرني نشرها ونصفرها حانك ممشة